بالنسبة لمشكلة تقطير البول اللي بيعاني منها بعض الاشخاص طبعا مشكلة تقطير البول دي بتسبب بعض الضيء والاحراج لكتير من الاشخاص المرضى المصابين بها والحقيقة في يعني كتير من الاشخاص بيجهلوا ايه سبب تقطير البول بيعانوا من نزول بعض قطرات من البول بعد انتهاء التبول او حتى في الوضع الطبيعي والانسان يعني مش محتاج ان هو يتبول او مش حاسس برغبة في التبول بيعاني من دايما وجود بلل او نزول بعض قطرات من البول وتصرب البول. اه في الحقيقة ان مشكلة تقطير البول دي بتعد اه من بداية مرض سلاس البول يعني غالبا الاشخاص اللي بيصابوا بتقطير البول دي بتكون مقدمة لان هما هيعانوا بعد كده من مرض سلاس البول. طبعا اه الاشخاص المصابون بسلاس البول دول بيكون عندهم رغبة ملحة في التبول اه على الفور. ولكن في بعض الاشخاص الاخرين عندهم القدرة على التحكم على المسانة. فما بيتحكموا في المسانة وهم عندهم رغبة في البول احيانا مع مرور الوقت بيبدأوا يعانوا من مشكلة تقطير البول. وطبعا اه تقطير البول او سلاس البول ده بيعاني منه الرجال والنساء على سواء. يعني مش بيخص جنس بعينه. اه وطبعا بيزداد فرص الاصابة بتقطير البول او سلاس البول. اه كلما تقدم العمر او السن بالانسان. وخاصة عندما يتجاوز الانسان عمر الستين. اه بنتكلم عن اسباب هذه الظاهرة المرضية. الاسباب التي تجعل الانسان يعاني من تقطير البول. طبعا علشان الانسان يتبول بصورة طبيعية فلازم يحصل اه تنسيق او تآذر ما بين عمل الجهاز البولي والدماغ والعضلات والاعصاب في الجسم للتحكم في عملية التبول بشكل كامل. علشان كده اي خلل في احد هذه الاجهزة اللي احنا ذكرناها سواء في العصاب او العضلات او الدماغ او اه مشكلة معينة في الجهاز البولي ده بيصيب الانسان بمشكلة تقطير البول في غير اوقات البول او في غير اوقات الحاجة الى التبول. من اشهر الاسباب اللي ممكن تصيب الانسان بتقطير البول هو الادوية تناول بعض الادوية واشهرها طبعا الادوان مدرة للبول. اه في بعض الاحيان الادوان مدرة للبول بتساعد في ان اه او بتساهم في ان المريض يعاني من تقطير البول بعد انتهاء التبول. اه ايضا اه التهاب المسالك البولية. التهاب المسالك البولية بيسبب تقطير البول. ضعف في العضلات المحيطة بالمسانة. اه اللي هي العضلة اللي احنا تتكلمنا عنها بفيديو سابق اللي هي العضلة العصرة. لما بيحدث ضعف في العضلة العصرة التي تتحكم في المسانة. اه هذا الضعف بيؤدي الى خروج قطرات من البول. وايضا اه طبعا اه اي عملية في البرستاتة زي استقصال البرستاتة لدى الرجال. تغير حجم البرستاتة عند الرجال سواء كان تضخم. اه ده بيعمل على منع البول من الخروج بسهولة وانسيابية مما يؤدي الى خروجه في صورة متقطعة وآه حدوث تقطير للبول. ايضا السمنة المفرطة والوزن الزائد من الاسباب اللي بتسبب اصابة الانسان بتقطير البول لانها بتعمى على الضغط على عضلات المعدة والحوض وهذا الضغط بيؤدي الى تقطير البول. فينبغي طبعا مرأبة الوزن والتحكم فيه. مرض السكري ايضا من الامراض اللي بتسبب ضعف في الاعصاب الجزم وبالتالي في الاعصاب المسؤول عن التحكم في المسانة البولية وبالتالي آآ حدوث تقطير البول ووجد ايضا ان بعض الامراض العقلية زي مرض الزهايمر بمرض الزهايمر بيعانوا من تقطير البول. بعد كده المضاعفات اللي ممكن تصيب مريض تقطير البول. المريض اللي عنده تقطير البول ممكن يحصل له مضاعفات آآ ويؤثر ذلك على وظائف جسم الانسان. اهم المضاعفات اللي ممكن تحصل هي مشكلات في البشرة. آآ طبعا الاشخاص آآ المصابين بتقطير البول او بيسالس البول آآ بيبقى اكتر عرضة لانهم ما يتعرضوا للطفح الجلدي والالتهابات الجلدية في المنطقة منطقة الاعضاء البولية آآ وبيصابوا التهاب البشرة بسبب وجود البلل والرتوبة في آآ هذه المنطقة الحساسة معظم الوقت ومع ارتداء الملابس وغياب التهوية وآآ يعني عدم آآ تغيير الملابس بالصفة دورية ده بيؤدي الى تهيج البشرة ومشكلات جلدية في المنطقة فدي طبعا آآ من آآ من آآ يعني من ابرز المشكلات التي تواجه مرضى سلس البول او مرضى تقطير البول وممكن طبعا آآ الموضوع يتفاقم لان البشرة يحصل فيها بعض التقارحات او الالتهابات الشديدة وده بيعرض الانسان لعدوة فطرية وطبعا لو عدوة فطرية بيبقى علاجها يعني آآ يعني بيكون علاجها معقد الى حد ما وممكن العدوة الفطرية تنتقل الى الجهاز البولي وتؤدي الى التهابات اكثر خطورة آآ ايضا من المضاعفات اللي ممكن تصيب المريض هو التهاب الجهاز البولي آآ التهاب الجهاز البولي طبعا ده آآ بيكون اكتر في حالة آآ زي ما ذكرنا اهمال علاج البداية المشكلة في القطرات وعدم تغيير الملابس وتنظيف هذه المنطقة باستمرار وايضا بينتج من الاشخاص اللي هم بيستعينوا المرضى اللي هم طريح الفراش اللي بيستخدموا الاسطرة البولية آآ والاسطرة البولية ممكن تستخدم في علاج تقطير البول او في اي عملاج رحاب ياخد عليها المريض وبيحتاج ان هو يركب اسطرة لتجميع البول الاسطرة البولية من اشهر مضاعفاتها انها بتسبب التهابات شديدة جدا في الجهاز البولي للمريض آآ ايضا من المضاعفات تدلي الاعضاء الى خارج الجسم وده بيبقى اكتر عند النساء آآ بيؤدي ذلك الى تدلي بعض الاعضاء آآ الخاصة بالجهاز البولي خارج الجسم وتحركها من مكانها بسبب ضعف عضلات آآ الحوض فطبعا بننصح اي شخص او اي المريض بيعاني من تقطير البول او اي بدايات لسلس البول انه هو عدم ترك هذه آآ المشكلة وعرضها على طبيب متخصص بصورة سريعة لانه طبعا تقطير البول او سلس البول بالاضافة الى انه بيسبب مشكلة فيزيائية او جسادية للمريض بيسبب ايضا لبعد نفسي على الانسان المصبي بيعاني دايما من الضيق من هذه الظاهرة ممكن ده يؤدي الى ان انسان يعني عزل ويتجنب الخروج بسبب حاجته المستمرة الى تغيير الملابس او الى دخول دورة المياب صفة مستمرة فده ممكن يؤدي الانسان مع اهمال العلاج الى الانعزال والانطوائية وممكن يتضاعف الى الاكتئاب فضلا عن التأثير الجسدي على جسم المريض اخر حاجة بننتقل الى علاج مشكلة تقطير البول طبعا العلاج بيعتمد على عدة عوامل زي وبيختلف طبعا من حالة الى حالة ومن مريض الى اخر بيختلف ايضا باختلاف السبب اللي بيخلي المريض يعاني من تقطير البول وبيختلف حسب عمر المريض وعلى حالة المريض الصحية بصفة عام لكن ابرز طرق العلاج اللي احنا نركز عليها وهي اول طريقة عندنا في العلاج هي ما يعرف بتمارين كيجل تمارين الحوض او تمارين كيجل بتعمل على تقوية عضلات المسانة وعضلات اسفل الحوض ودي طبعا العضلات المسؤولة عن التباول في جسم الانسان فممارسة هذا التمرين من فترة الى اخر بيؤدي الى تقوية عضلات الحوض وبالتالي بيخلي الانسان يقدر يتحكم في عملية التباول عنده ويتجنب مشكلة تقطير البول او خروج قطرات من البول او سلاس البول الطريقة التانية ايضا تمرين وهو ما يعرف بتمرين المسانة وتمرين المسانة الحقيقة في اكتر من تمرين للتحكم في المسانة وفي اخراج البول منها فمنها ممكن اللي هو مثلا حبس البول حبس البول الهدف منه ان نحن نقلل الرغبة الملحة في التباول بصورة فورية ايضا من تمرين المسانة في التباول المزدوج اللي احنا ذكرناه في فيديو سابق وهي القيام بعملية التباول بصورة طبيعية ثم قطعها ثم الرجوع لها مرة تانية يعني التباول ثم الانتظار ثم التباول مرة تانية ده بيعود المريض او الانسان على انه يتحكم في عملية التباول كمان ممكن جدول التباول وجدول التباول ده يعني الهدف منه تنظيم اه حاجة الانسان في قضاء حكته علشان تعويد الانسان دايما كل فترة على انه هو اه يدخل الى دورة المياه ويقوم بالتخلص من البول لان فيه طبعا اشخاص معروف عن نوع انهم اه عندهم عادة كتمان البول ممكن لفترات طويلة جدا ممكن طول اليوم الكامل او للساعات طويلة فده طبعا ليه تأثير على المدى البعيد على صحة الانسان. اه جدول التباول ده جدول بينظمه الانسان طول اليوم وبينظم فيه خلاله عملية التباول طول اليوم وليكن مثلا كل ساعتين على مدار اليوم ده بيخل الانسان يقدر يتحكم في هذه العملية ويسيطر على السلس البول او تقطير البول ايضا من وسائل العلاج الادوية طبيعي جدا فيه ادوية بعض الادوية بتكون ضرورية فيه عليك تقطير البول اه وعليك سلس البول والادوية دي طبعا يفضل دمجها مع التمارين اللي احنا ذكرناها زي تمارين كيجل او تمارين المسانة. اه فيه ادوية كتير مستخدمة زي اه ادوية مضادات الكولين وبعض الهرمونات زي الاستروجين وادوية اخرى اه طبعا باختلاف مسماتها التجارية وهزي الادوية لا لا توصف الا بمعرفة طبيب وبعض اطلاع طبيب على الحالة. ايضا من وسائل العلاج استخدام الحفوضات المصة وده طبعا اه يعني حاجة تساعد الانسان لانه يتكيف مع هذه الزاهرة وخصوصا اه في حالة ذهابه الى العمل او خروجه اه من المنزل عشان طبعا يتجنب اه مشكلة اه تلوس الملابس او ان الانسان ما يشيلش اهم تغيير الملابس باستمرار او يتجنب العزلة بسبب هذه الزاهرة. ففي امكانية استخدام الحفوضات المصة وهذه الحفوضات لها قدرة عالية على الامتصاص ومتوفرة لكل الاعمار السنية سواء كان صغار سن او اه اشخاص كبار بالغين بتعمل على امتصاص قطرات البولة التي يتم اخراجها فوليها طبعا ميزة برضو انها بتحمي الجلد من اه لان ببقى لها قدرة عالية على الامتصاص وفيها مواد مرتبة للجلد والبشرة وبالتالي بتجنب الانسان او المريض الاصابة بالالتهابات ايضا من طرق العلاج العمليات الجراحية ومن اشهر العمليات الجراحية في اه طبعا عمليات تصحيحية او علاج اه لو فيه مشكلة معينة السبب تضخم او اه وليكن ورم او اه شيء زي كده في البرستاتا او اي التهاب او حاجة يعني معينة في الجهاز البولي الجراح هو اللي بيقدر يحدد هذا الامر وطبعا اه من العمليات الجراحية يعتبر استخدام القسطرة البولية ايضا تستخدم فيه علاج سلس البول او تقطير البول الجراحة هي الخيار الاخير بعد فشل الطرق السابقة اللي احنا ذكرناها وده طبعا بعد اخذ رأي اكتر من اختصاصي اه في هذا المجال وفي هذا التخصص ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضح لحضراتكم بخصوص اه تقطير البول اسباب هذه المشكلة ومضاعفاتها وعلاجها اه في يصلك جميع الموضوعات اللي احنا بنترحها ونتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء علشان تعم الفايدة لاكبر عدد ممكن في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله لخير في فيديو جديد وموضوع جديد السلامة للجميع